لاحظ أحبائي المسيح بيتكلم عن شهادة الكتب في اتنين من تلميذ المسيح كانوا في الطريق في يوم القيامة بعد كل هذه الأحداث راجعين وعابسين ظهر لهم المسيح بعد القيامة ولما ظهر لهم وبعدين رجع خبروا التلميذ وقال لهم هذا هو الكلام لوقة 24 الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في نموس موسى والأنبياء والمزمير وهذا تقسيم مهم جدا أحبائي هذا هو التقسيم اليهودي للأصفار النبوية في العبرة في الأراضي المقدس نقول التناخ شو يعني التناخ؟ ترات نيفئيم اكتوفيم تراء أي التوراء أصفار موسى الخمسة نيفئيم أي الأنبياء والكتب التاريخية وطبعا اكتوفيم اللي هي الكتبات التاريخ مع المزمير والمزمير هذا التقسيم الثالث هذا هو تقسيم العهد الجديد اللي شهد له يسوع المسيح مكتوب عني في نموس موسى في التوراء والأنبياء كل الأصفار التاريخية والمزمير كل الأصفار الشعرية من سفر أيوب إلى سفر نشيد الأنشاد حينئذ لاحظ الكلام فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم التالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشاليم وأنتم شهود لذلك وهنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيم في مدينة أورشاليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي بيتكلم عن قوة الروح القدس حل الروح القدس على التلاميذ وهم مجتمعون في العلية وامتلأ الجميع من الروح القدس كان أكثر من 120 نفس مجتمعة ومريم أم يسوع جميعهم امتلأوا من الروح القدس راح الخوف راح الشك ابتدأوا يتذكر الكتب والنبوات والأنبياء فخرج بطرس وابتدأ يكرز في منطقة الهيكل وقال لليهود أنتم قتلتموا بأيدي أثمة صلبتموه وفعلا ما في حد ممكن يعارضه لأن المسيح قام من الأموات ما في حد جاب الجثة حتى يقول أنك أنت ادعاءك كاذب بل كل الناس اللي عايش في أورشاليم عرفت 3000 نفس آمنت لا بسيف ولا بدم ولا بالقهر ولا بالإزلال بل بالعكس كان مستعد يموت وتحدى أنتم بأيدي أثمة صلبتموه ما كان ممكن يقولوله وما قتلوه مش إحنا اللي قتلنا وما صلبنا ما كان ممكن يقولوله ما حد استرجى ما حد تجرى قوة جبارة قوة هائلة فإذا أحبائي له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا اشتركوا في القناة